موسيقى المسي عليكم بالخير ومشاهدين الكرام مرحبا وسهلا فيكم في أمسية جديدة من أمسيات حديث المسر اعلم دائما أيها المشاهد بأن التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقة لها ويتناطحون مع أعداء لا وجود لهم بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنهم من عالم الخيال ومع الأعداء وكأنهم محايدون عزيزي المشاهد اجعل هدفك في الحياة راحة بالك وليست راحة بال الآخرين طبعا المتابعين نبدأ اليوم أمسيتنا معكم وأكيد بكل تفاؤل وإيجابية بتواصلكم معنا إضافة جميلة لبرنامج حديث المسر لذلك ساعدنا تواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة مثل ما تشاهدون المشاهدين تويتر وأيضا يوتيوب وإنستجرام القناة حتى نستقبل منكم آراءكم اللي بالفعل تهتري برامجنا وخلكم ويانا مشاهدين في فقرة الأحداث والقضايا دايما نركز على كل ما له شأن وأثر في المجتمع المحلي سوى في المنطقة الشرقية أو غيرها من المناطق واليوم معنا الأستاذ جمال محمد عبدالله سليمان رئيس شعبة التبتيش والمتابعة بالإنابة في بلدية أخر فكان التحدث عن ظاهرة أصبحت تؤرق الكثيرين بسبب مخالفات البناء فمع التطور العمراني أصبحت هناك مخالفات للبناء مرمية أو مخالفات كثيرة مرمية حول هذه المباني بدون وجود أي حسل المسؤولية للأسف الكثير منه من يرميها وراءه متناسيا الصورة الجمالية لهذا المكان اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع وفي البداية خلنا نمسي بالخير على أستاذ جمال يا مرحبا وسهلا فيك مساش الله بالنور أختيكي في الحال طيبين الحمد لله وأكيد بوجود بلدية أخر فكان لي دايما صراحة نشكر وجودكم معنا في برنامج حديث المسا دايما تكونون سبقين في إيصال بعض المعلومات لمشاهدين من خلال بعض القضايا أو بعض الأحداث التي تهم المجتمع طبعا اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو رمي المخلفات المختصة في المواقع التي تكون حديثة البنيان أو المنشآت التي تبنى فهذه المخلفات التي ترمى حول المنشآت فيه آلية مخصصة من خلال البلدية حتى يتم دائما التفتيش عن هذه المخلفات وآلية وضعت من خلالكم حتى يتم تدارك مثل هذه المخلفات فما هي هذه الآلية؟ طبعا في الفترة الأخيرة زادت وايد هذه الظاهرة بشكل كبير لكن نحن ماشينا على آلية في التفتيش ومقسمين لأن ما شاء الله منطقة خورفة كانت تعتبر مدينة كبيرة ومناطقها كثيرة خاصة آخر مرة طلعت الأحراي منطقة الأحراي ماشي الله كبيرة جدا وكلها حديثة البنيان صحيح فتم تقسيم المناطق في شعبة التفتيش على حسب المفتشين يعني كل مفتش مسؤول منطقة عن منطقة معينة فصارت الآلية أسهل يعني أن المفتش يقدر عنده قدرة بدل ما أنه يمر على خورفة كان كله يستوي يعني فعلى أطول فهو يقدر يعني أنه يستوي كنترول على هذه المنطقة هذه اللي هو تحقات أكثر دقة يعني أكثر دقة أيوة طيب شو هي الشروط المواصفات أستاذ شمال حتى يتم بالنسبة للمقبلين على البناء يتم من خلالكم إبلاغهم بهذه الشروط والمواصفات حتى يتم اتباع الآليات الصحيحة الحين حاليا البناء ينقسم لقسمين القسم الأول بناء مسلح وهو يكون خرساني بناء خرساني أو ستيل استركشر معدني القسم الثاني يكون بناء عادي بناء عادي هذا مخصص بيكون سندوج بناء غير مسلح سندوج بناء الألمنيوم معزول حسب الشروط ويكون مخصص للملاحق عشان تكلفتها تكون أقل ويايش يعني موب بناء فالبناء المسلح صدرت في قرارات القرار كان رقم 12 لسنة 2002 على البناء المسلح ليش شروط وارتدادات يعني أشياء كثيرة يعني كل هذه المحافظة على البيئة على الفلة بشكل عام أو البنيان أو هذا والبناء العادي صدر فيه قرار لرقم 23 2007 صدر فيه قرار 23 وهو يعني أحد القرارات المهمة أو الشروط المهمة في البناء العادي أنه يكون أقل عن مية متر مربع يعني ما تزيد مساحته عن مية متر مربع وإذا كان يدخل فيه موضوع المطبخ أن أحد يبني فيه مطبخ أو شيء أنه يكون السكف ليش شروط معينة لو أنه كان سوندوج بناء بس معزول لأن المطبخ معرض للحرائق ويأخذ بعد موافقات الكهرباء لازم هيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني قبل أن يدخل عندنا البلدية هذه معايير السلامة لازم حتى دائرة تخطيط المساحة هم الذين يوافقون على الارتدادات والتهوية قبل أن تدخل عندنا البلدية جميل يعني بالفعل أنه يمر فيه كذا دائرة معينة مختصة بجانب معين مثلا كل دائرة لها نعم لها دورها الخاص في هذا البناء بحيث أن يتوفر فيه جميع المعايير أو شروط السلامة بالنسبة لهذا المبنى طيب أستاذ جمال بالنسبة لهذه المخلفات التي ترمى أمام المباني أو بجانب المباني المنطقة هذه المحيطة بالمباني من الذي يتحمل هذه المسؤولية مسؤولية رميها المخالفات هل هو صاحب المبنى نفسه أو الشركة القائمة على بناء هذه المنشأة هو السؤال حلو لأننا نحن نواجه فيه وايد إشكالية بس نحن ما نقدر نحمل صاحب المبنى المخالفة لأن هذه البنود بشكل عام بالبداية البنود للمقاول المقاول هو الذي يتحمل المسؤولية أو الاستشارية تمام؟ نحن نرى بعض الأطاطسة الجمال بعض المخلفات التي ترمى بجانب المنشآت هذه حديثة البناء بالفعل تشوه جمالية المكان وبالتالي ممكن حتى هذه المخلفات لا تراكمها تسبب أيضا بعض المشاكل الصحية الأخرى فعلا صحيح المقاول هو الذي يتحمل المقاول؟ المقاول لسبب لأننا نحن في عدنا فئات عمرية يعني في مثلا ريال كبير في العمر أو شيء صاحب بيت هو ما يعرف أصلا موضوع الترخيص ما يعرف أن لازم إي البلدية رخصة فهذه شغلة المقاول المقاول لازم يكون على علم يعني هو عند علم بهذه الأشياء فلازم أنه ما يخالف أي حد حتى لو بي شخص النجوع على طول يعني يقول لها طلع رخصة من البلدية وأصدر رخصة من البلدية وأنا أبني أو أبدأ لك الشغل بس أنتو لما تحاسبون المقاول المقاول وهذه الآلية هل يتم من خلالكم إبلاغها حتى لي صاحب المنشأة حتى يكون في علم عنده؟ طبعا لأن أصلا الشغل يوقف المقاول يوقف بشكل تام يعني لأن يصدر رخصة لأن يدفع الغرامة المترتبة على هذه المخلفات أو المخالفة اللي بناها ويصدر رخصة بعدين يكمل شغل طبعا صاحب البناء يكون على علم على علم طيب المبالغ اللي توصل يعني مقابل هذه المخلفات اللي قد ترمى بجانب البنايات هل في مبالغ معينة من خلالكم يعني تفرضونها على المقاول المخالف؟ طبعا في مبالغ يعني مجلس تنفيذي بنود كل مخالفة لها الشرط معين وليها غرامة معينة يعني إذا يناع على المخلفات اللي ترمى تكون هذه غرامتها في حدود الألف درهم ألف درهم لكن قابل للتكرار قابل للزيادة تضاعف إذا مثلا ما استجابت نعم يعني استاذ جمال الحين صار مثلا عرفتم من خلالكم من خلال المفاتيشين الموجودين أنه في مخلفات معينة هل يتم إبلاغ المقاول كبداية كتنبيه طبعا إختار المقاول ما هي الإجراءات هذه اللي ترمونها؟ طبعا هو غرض المخالفة ليس الغرض مادي هو الغرض منه تكون يعني يكون مدينة جميلة وأنه صحيح مثل ما أنت قلت هذه ملكية عامة يعني للجميع نعم فالغرض منه يعني نحن ما نصدر مخالفة على طول نحن نختارها في البداية جميل استجاب خلاص انتهى الموضوع ويطل أصدر رخصة وكل شيء ما استجاب على طول نبدأ شو في إجراءات الغرامة وتضاعف الغرامة كل 48 ساعة كل 48 ساعة جميل يعني في وقت قصير أنه لازم أنه يتحرق يشيل هذه المخلفات طبعا لأنه يوم كافي يعني كم ساعة كافي أنه يشيل المخلفات يدخلها داخل البيت أو يشيلها البلدية تكون موفرة لي عن طريق شركة بيئة موفرة لي مكب للنفاية يقدر أنه يروح جميل يعني فيه أماكن أيضا مخصصة فبالتالي يعني شو المانع عنا فهل يتم استاذ جمال إختارها أيضا من البداية منذ وضع العقد للبناء أو هذه الشروط يتم إختارها لابد أن هذه المخلفات في وقت معين ما تكون موجودة يعني طبعا فيه أول شيء هو إصدار بيئي قبل أن يطلع الرخصة عندنا الرخصة التجارية فيه إصدار بيئي يعطونا قسم البيئة عشان النظافة يجبرون أنه يشيل وكذا وبعدين المقاول يدفع تأمين وما فيه داعي أنه تم المخلفات موجودة كل ما يخلص مرحلة من البناء يشيلها فإذا كل مقاول مش على هذا الموضوع سيكون يعني يعني تقريبا أستاذ جمال مثلا اليوم تم وضع بعض من هذه المخلفات المقاول كم يوم يأخذ حتى يشيل هذه المخلفات حتى يتسنى على يشيلها نفس اليوم يشيلها أو اليوم اللي بعده إذا كان داخل شروط السياج والحماية نحن ما ندخل لكن إذا المخلفات يعني مثلا فيه مقاولين نحط له السياج وكذا خلاص ما مشكلة صحيح لكن فيه مقاولين مثلا ما تفضلتي في البداية أنه يبرع يرمونه برع نعم هذه يعني ليس نفس اليوم لكن لازم نفس الوقت قبل لا أحد ينتبع عليه يشيلها يشيلها لازم يشيلها لأنها تشوه المنظر العام وممنوعة أصلا صحيح ممنوعة أنه يخلها بس أنا قصدي أنه يشيلها كل ما ينتيم المرحلة يشيلها داخل السياج ليس برع حدود الأرض أو تشوه المنظر العام لا الداخل أنا أقصد لا يوجد داعي أن يخل المخلفات حتى لو داخل البيت يشيلها كل ما يخلص مرحلة يشيلها وأصلا هذا أفضل له بحيث أن يسهل عليه مهمة البناء لأن كل ما تراكمت هذه المخلفات سبب تخذت مساحة من مكان البناء وبالتالي يضرع أيضا أيضا أستاذ جمال بعد ما يتم مخالفة المقاول في حال تكرار هذه المخالفات أيضا عقوبات أخرى من خلالكم يعني بشكل عامل المقاول من أول مخالفة والثاني مخالفة بالكثير على طول يتم لأن هناك مبالغ تندفع أو لا يريد أن يدفع أيضا و بعد ذلك المبالغ فهذه المبالغ تذهب إلى الرخصة لا يتم دفعها على طول هذه تذهب إلى رخصتها التجارية اليوم يجدد الرخصة ستكون هذه المبالغ موجودة لكن هناك حال مثلا المقاول لا يدفع توقف معاملاتها لا يكمل إجراءة أو لا يطلع رخصة و لا يستجاب توقف معاملاتها ونصدر توصية للإدارة أن يوقف معاملاتها في البلدية على أساس نوع من العقوبة عليه صحيح حتى يتم دفع هذه المبالغ جميل هذه آلية نعم وبالفعل هذه المواضيع التي هي رمي المخالفات بالفعل في بعض المقاولين ليس ملتزمين فيها فبالتالي نرى هذه المناظر في بعض الأماكن لكن بالفعل جهود البلدية موجودة بحيثنا دائما يسعون إلى إزالة مثل هذه المخالفات ومخالفة هؤلاء المقاولين التي قد تخطون هذه الحدود التي هي في مصلحة الجميع ممكن كلمة أخيرة أستاذ جمال توجهها لكل من تابعنا اليوم طبعا أنا أشكركم في البداية على أن أنت وضحت الفكرة للناس لأنه كان فيه جدل وأنا عندي نصيحة كان فيه مقولة للشيخ الدكتور سلطان بن محبد القاسمي الله يحفظه في كتاب سرد الذات حبيت أقولها لأنها فيها عبرة وعندما ألتزم فيها تقل المشاكل تقل المشاكل صحيح قال في تسليم الحكم لإمارة الشارجة وكان اختتم فيها الكتاب كان يقول أعينوني لكي أكون أباً لأصغركم أباً حنوناً لأصغركم وأخاً لأوسطكم أخاً وفياً لأوسطكم وأبناً باراً لأكبركم فأنا من رأيي هذا لو تطبق وهو كحاكم يتكلم عن حكم لكن لو كل مدير أو كل موظف حتى نحن موظفين لصالح صحيح لو كل واحد يدخل لنا نساعده على أساس أنه يكون نعمل إذا ريال كبير نعمل مثل أبونا وإذا كان صغير نعمل مثل ولدنا وإذا كان من عمرنا نعمل مثل أخونا على كلام الحاكم بوائدة أشياء يعني لو يتخيل كل واحد داشلة بهذا الموضوع على كلام الحاكم ستتيسر كثير من الأمور بوائدة أشياء درجة ممكن نحن نوصل لهم عملاتهم للبيت يا تك العافية أستاذة جمال بالفعل كلام جدا جميل من صاحب السمو الشيخ الدكتور السلام بن محمد القاسمي دائما هو المعلم وهو المحرك لكلمه سواء تربوي أو ثقافي في إمارة الشارقة طبعا أستاذ جمال محمد عبدالله سليمان رئيس شعبة التفتيش المتابعة بالإنابة في بلدية مدينة خرفكان شكرا على حضورك معنا اليوم شكرا لك طبعا مشاهدينا كانت هذه بعض من قضايا المنطقة ننقلها لكم عبر شاشتنا والآن ننتقل معكم في فقرتنا التالية ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة